بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نتابع مشوارنا أيها الأعزاء بمعدلات جيدة نشهدها الآن بالنسبة للقفزات الارتحالية والإنزلاق نحو حافة الهاوية المتمثلة بالنقطة الافتراضية 40 درجة وكما قلت في فيديو سابق لقد تحركت نقطة لقوط بالكهرومغناطيس الشمالي للأرض نحو سيبيريا بمعدل تصارع بلغة الواحد والعشرين بالمئة في خلال خلال 28 يوما عن التقرير عن تقرير الارتحال للشهر الماضي ولم يبقى أمامنا سوى نحو 83 ميلا تقريبا لنصل للهدف يستغرق ذلك حسب التصارع المقترن بالاقتراب الكتلي حسب قانون الجد بن نيوتون من 13 إلى 17 شهرا 16 إلى 17 شهر من تاريخ اليوم كحد أقصى وعندها سنتهي من الخطوة ما قبل الأخيرة ونتجه بالتدريج للخطوة النهائية المتمثلة ببدء الارتحال الجغرافي وعند ذلك ستبدأ الأمور الجدية وما أقصده بالأمور الجدية هي الزلازل الكبرى وانفجارة الباراكين بشكل متتالي وسريع والانزلاقات القارية انهيار الروابط الجيولوجيا التحتية بدء التفاوت التقلي وأمواج المد العالي والتقسي الاحترار العالي والغير المسبوق وباختصار ما يجري في جزور الكناري الآن لا هو صورة مصغرة لذلك الوقت الغير البعيد نعاني الآن من الاحترار والتغير المناخي لكن الناس بأغلبيتهم لم يشعروا بعد بشكل ملموس بما يجري لكنهم سيشعرون بما خفي عنهم لسنين وعقود عندما ينتهي الارتحال الكهروميغناطيسي وتبدأ الأمور الجدية التي شرحتها على الحجب أو حجب البيانات والتلاعب بالقيم الزلزالية والصمت عن ما يجري هو سيد الموقف لكن إلى متى أليس الصبح بقريب أيها الأكارم أود أن ألف تنظركم لملاحظة مهمة وتطورات مهمة تطورت معنا فيما يجري بالسماء ألا وهي تغيير الزوايا المدارية بالنسبة للأرض فماذا يعني ذلك لقد تعودنا خلال السنين الماضية للمتابعين أن تكون شهور الإخفاء في نهاية شهر 12 لنهاية شهر 4 ومن بعدها نعود للرصد التليسكوبي أما هذه السنة فقد تغير الوضع قليلا بسبب الاقتران الكتل المداري والذي ينتج عنه تغيير الزوايا التقابلية والإصطفافية ما بين الأرض والشمس والكوكب المذنب لنلاحظ الرسم الفراغي أدنى أعلى موقع الكوكب المذنب الفراغي هو النقطة الحمراء فإن رسمنا قطع زاوي قائم عند تلك النقطة الضلعية هما الخطين باللون الأحمر ورسمنا منصف زاوي فراغي باللون الأبيض فإننا نلاحظ ما يلي أن الأرض تصنع نقطة قابلية تتكرر معنا مرحلتين أي دوائر صفراء وتصنع مرحلتين بنسق واحد دوائر الخضراء المحمولان على المنصف الزاوي بالخط الأبيض وبالإسقط الزمن لله ما كان السابق نعين التالي السابق نعين التالي شهر الاستفاف لأقرب دير ومدارية هو الشهر الثامن وما يقابله لأبعد دير ومدارية هو نهاية الشهر الثاني ونتذكر ما حصل في شهر آب أغسطس الماضي من زيادة زلزالية كبيرة ونشاط بركان ملفت بسبب حالة الاستفاف والبيانات الموجودة وتتبت ذلك أما عن حالة تقابل المداري أي أن ضيفنا التقيل يبدو تيليسكوبيا بأنه متوقف ظاهريا سيكون عبر منطقتين الدوائر الصفراء بالإسقط الزمن نعين شهرين ستة شهرين ستة وسبعة يقابلهما شهرين عشر وإحدى عشر مع ملاحظة المدار لإهليلي جل الأرض حول الشمس وهو أمر مهم لتصور ذلك وهو ما عينته لكم في فيديوهات سابقة ماضية عن الكائن الزائر واستقراره ظاهرا إلى يمين دلتا كوكبة الجدي على خط مسير الشمس وبناء على ما تقدم فإن شهور الإخفاء ستبدأ نهاية شهر كانون الثاني يناير لتنتهي في منتصف ونهاية شهر خمسة هذه المقادر الزمنية تتغير تبعا للاقتراب لكننا سنتابعها خلال السنة القادمة عند الرصد التليسكوبي والتقاط أحداث الصور أحداث الصور لهذا الزائر بإذن الله الأجواء عندي لا تسمحوا بالرصد الآن لكن لمن يريد الرصد عبر الشروط المطلوبة فليركز على منطقة يمين كوكب زحل ظاهريا مع العلم أن هناك الكثير من الرصدين يشاهدونه لكنهم لا يعرفونه لأنه لم يتميز بعد بالديل البلازي وهو الآن بوضع السكون الظاهري كما شرحنا وبكل الأحوال ما يجري في السماء لا ينفصل عن ما يجري على الأرض ويكفي دليلا على ذلك كما قلنا الإرتحال المتصارع وتوابعه فهو كافيل لناقيس تسارع وطيرة اقترابه من الأرض بغض النظر عن مدار الأرض حول الشمس لأنها بكل المواضع المدارية تدخل تحت حلقة السيطرة الحقلية المطبقة عليها من قبله وأخيرا أمامنا عدة شهور من الآن لتدخل الأرض مرحلة الشلل الحقلي عبر الخطوط الضعيفة للحقل الأرضي وعليه فإن هناك بعض البرامج تسجل قيم زلزالية غير موجودة أصلا وهذا من باب التضليل والكثير من الزلاجل يجري تخفيضها كما حصل في زلزال مصر قبل أيام نحن الآن نحصل على بعض الفوتات من بيانات الأطباق والآطار مما يرشح عن وكالات الفضاء العالمية لكن سيأتي وقت تنقطع به تلك البيانات كليا ولن نعد نملك وقتها سوى ما نشهده بحواسنا كما قلت سابقا نحن نرى الدخان ولا نرى النار لكن لا دخان بلا نار ولا مطر بلا غيوم أكرر لا تجادل أحدا لا تناقش من لا يؤمن بهذا الشيء فما أكثر الناس لو حرستم بمؤمنين دعوا الوقائع تخبرهم ودعوا الأرض تخبرهم بما كانوا به يكذبون إن وعض الله حق وقريب ويسعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وارتقبوا إنهم مرتقبون والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته